على ملفنا الرئيسي هي نزود الطلاق في السنوات الاخيرة انه حالات كثيرة لدرجة ممكن فيه بيتم طلاق بعد عدة شهور او سنوات قليلة مثلا او ممكن حتى لو سنوات النهاردة مثلا محكمة في قضية جوزوا 19 سنة وحصل طلاق المحكمة النهاردة غرمت او يعني طلعت حكم في صالح الزوجة او اللي تم تطلقها بعد 19 سنة من الزواج ايه اللي ادى لأسباب الطلاق الكتيرة خلال السنوات الاخيرة هل مواقع التواصل الاجتماعي عليها دور في هذا الامر ولا وضع ظروف معينة اقتصاد يعني ايه الاسباب هو الحل او ابل اولا اسباب في التوعية الاسباب كان زمان اول سبب كان اقتصادي ان الراجل مش قادر يصرف على البيت تاني سبب كان عدم التكافؤ والفهم والاندماج بين الزوج والزوجة خاصة في الشهور الاولى والسنين الاولى تالت سبب كان كان التدخل الاهل الاهل من هنا او من هنا من هنا او من هنا المعنى الزوج يقعد في البيت ما بيتكلمش مع زوجته بينما في الموبايل يقعد اربع ساعة يرغي طب هي عاوزك تتكلم كلمة يا اخي هي عمالة شغالة وتعبانة برة وجوه تمت فكها كده وتتكلم لا ما يعملش الخرس الزوجي سواء من الرجل هو اكثر او من الست ده سبب من اسباب الطلاق انا اقول لحضرتك بسبب الخرس الزوجي وبسبب بقى في عوامل كتيرة حضرتك دي تقدل الطلاق ولا هي تلكيكة مع حاجات تانية فتقدل ده لا دي اصلاها ترقومية 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 بس اول دي كانت اسباب قبل ما يطلع السوشال ميديا دلوقتي السبب الاصيل هو السوشال ميديا حاليا ادوات التواصل الاجتماعي الواتس ااب والفيسبوك والتليجرام والانستجرام والمازينجر الحاجات دي كلها اللي هي فيها الشات وفيها الكلام فبيضطر الراجل يخش شايف الست تعبانة طب يا عم دي تعبانة ببيتك فهيلاقي كلمة حلوة من واحدة بتكلمه وكلمة تجيب كلمة اخلاص الستات بيعاملوا كده بس قليل من زي الرجالة فعشان كده بتخش تسمع كلمة طب ما انا ما اقول خرس الزوجي ما تتكلم عشان ما حدش يربط دماغها بكلمة ولا بكلمتين كل ده حضرتك جاي بسبب هذا الموبايل استخدامه السايم مش عارسوا بسبب الموبايل بسبب استخدام السوشيال ميديا لاستخدام الخاطئ ده كان سبب كبير وهقول له حضرتك ما عارفش قتلاح لكم لقى جات لي وانا بدي درس في سيدنا الحسين فجات لي واحدة سيدة كبيرة السيدة دي حضرتك بتقول لنا عوزاك يا منا بعد درسه حاضر يا امي تعالي تفضلي كبيرة فجات بتقول لها نعم يا ماما قالت لي انا عاوز اتطلق فبقول لها انت سينك كم يا ماما قالت لي 75 سنة قلت لها وزوجك قدي 85 سنة وخبال حضرتك 75 عاوز اتطلق يعني دولهم لا يقل زواجهم عن 50 سنة عن 50 ما يقلش ده بالرفوضة عزمان 60 سنة فبقول لها يا ماما ليه ايه حصل لا هنطلق ما فيش وقت للطلق أصلا قالت لي زي هنقولي اكسباير انا الصراحية انتهت ليه لان الستة عندها بتخزن بتخزن وعندها الكبسة عالي جدا في التحمل بس بتجي في وقت ملاقوات تقول لك انا مش بتحملها جابت اخرها خلاص جابت اخرها يا ماما تقول لك خلاص يركن على جنب وانا مش عاوزها ومش عاوزها أكل ولا يصرف عليها وبعدين ايه دولهم عندهم احفاد وولاد احفاد كمان نعم فده من ايه جاي جاي من الاسباب دي دي من الحاجات الغريبة طبعا طبعا بالحاجات الغريبة اللي انا استغربتها يعني ممكن يجي لي عشرين سنة خمسة عشرين سنة متجوزين ودي غريبة برضو لقوا جايين ايه عاوزين يتطلقوا ومعهم احفادهم يا عم طب ايه مستقبل احفادهم بيشوفوكوا بتطلقوا مش هتجوزوا انا بقول جرس انظار اني بقول اللي بيقبلوا على الطلاق البنات والشباب دلوقتي هيستاغنوا بالسوشيال ميديا عن الزواج انها موادة ورحمة وساكن نعم فهو السوشيال ميديا بقى واستخدامها السيء بقت هي العامل الاول في اسباب الطلاق هل بتدفع للشكوك بين الزواجين يعني بين الزوجين طبعا بتدفع للشكوك ده بطريقة بقى كبيرة خاصة ايه بقى العلاقة الزوجية قائمة على الشفافية والوضوح يعني وزات الستات عندها سنسة عالي جدا وبتعرف بطلق الجزء اللي بيعمل كده ولا كده فانت ايها الرجل انا عاوز اقولك حاجة الست دي بتيعرف مش بيدحك عليها تاني حاجة انت ترضى ان الست بتاعتك الانسان البعيد ده نعم يعني تتكلم واحد وبعدين تخش في الكلام في طريق مزدود او طريق ما يصحش هيقول لا طب انت يعني احنا في عصر سي السيد دلوقتي هو يعمل اللي هو عاوزه وهي متخزينة في البيت ما هو معادش كده ملوكات الثقافة كده يقول ماشي هو بيعمل وهي ممكن تعمل اه ممكن طبعا عشان كده بتخرب البيت بتخرب البيت او البعض يعني اه بحان لا ده هو العامل الاساسي في كده العند والشك والشك الشك الرهيب لذلك انا بقول الشك ده بتيجي الست بتتكلم وده اسباب طلاق برضو من اسباب الطلاق بيولد ممكن اقول مش ايه اعاوز اقول موجة من المرض النفسي اخشى من المرض النفسي بسبب كثرة الشك ومين اللي بيعملوا احنا بايدينا لذلك لما يعمل باسورد او يروح قليب للموبايل كده او اخذوا